دلوقتي معد مجاز الأخبار مع دينا تفضل دينا بشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى مدينة برست الفرنسية والمشاركة في قمة محيط واحد وخلال كلمتي أمام القمة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر منذ وقت مبكر على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلاة بالبحار والمحيطات لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولا تحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه كما استعرض الرئيس السيسي الخطوات الحثيثة التي تتخذها مصر لتحول إلى مركز للطاقة المتجددة بما في ذلك التوسع في إنتاج الهايدروجين للأخضر مشيرا إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي حرصت على إطلاق مصار تفاوضي للتواصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة وفي مقدمتها حماية البحار والمحيطات دع الرئيس السيسي إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية البحار والمحيطات من تلك الآثار والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها هذا وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدورة القادمة لمؤتمر المناخ الذي ستشهده مصر سيتضمن حوارا بناءا حول هذه المسألة خاصة على صعيد حجد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية والإفريقية لمواجهة تدعيات التغير المناخية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن القمة تحت عنوان حماية المحيط وقت العمل وكذلك إلى مبادرتين التحالف العالمي للمحيطات والتحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر وشدد الرئيس السيسي على تطلع مصر إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف لضمان تحقيقها للنتائج المرجوة كما التقى الرئيس السيسي رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلعين وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن فون ديرلعين ثمنت العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي في مصر وخلال اللقاء عقده مع رئيسة وزراء التونسية نجلاء بودن جدد الرئيس السيسي تأكيده على ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في دونس في اتخاذ أي إجراءات كفيلة بالحفاظ على كان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد كما التقى الرئيس السيسي رئيس وزراء النرويج يونس جار ستورا حيث أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين مؤكدا التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات يستقبل وزير الخارجية سامح شكر اليوم وزيرة خارجية ألمانيا للتحدي أن لينا بيربوك وقالت وزارة الخارجية أن اللقاء سيشهد عقد جلسة مباحثات بقصر التحرير يعقبها مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 221 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفى إجمالي متعافين من الفيروس إلى 384158 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 2279 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة 61 حالة جديدة وشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 450676 من ضمنهم 384158 حالة تم شفاؤها و23233 حالة وفاة نقلت وكالة الأعلام الروسية عن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيتحدثان هاتفيا اليوم وحيث جاء الإعلان عن الاتصال بين بايدن وبوتين بعد أن قالت واشنطن أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بهجوم واسع نطاق هذا ونقلت وكالة تاسل الأنباء عن بيسكوف أن بوتين سيتحدث مع الرئيس الفرنسي إمانويلو ماكرو أيضا ختام مجدء الثامنة فاصل وحضر حضراتكم لاستكمال باقي فقرات سبع خير يمصر